فياباي هي بطاقة خصم مدفوعة مسبقا وهي ليست بنكا تقليديا ولكنها مزود خدمة مالية بينما تقدم البطاقة مزايا معينة إلا أنها تأتي مع بعض العيوب سوف نتعرف في هذا الفيديو على مزايا فياباي وعيوبها وطريقة الحصول على البطاقة لا تتطلب فياباي فحوصات ايتيمانية أو إثبات الدخل مما يجعلها في متناول الأفراد الذين لديهم تاريخ ايتيماني ضعيف أو معدوم يعد الحصول على بطاقة فياباي أمرا سهلا نسبية ويمكن إكمال عمليات التقديم عبر الإنترنت عادة ما يتم قبول البطاقات في جميع أنحاء العالم لأنها تحمل علامة ماستر كارت وهذا يجعلها مناسبة لسفر الدولي والمشتريات عبر الإنترنت نظرا لأنها بطاقة مسبقة الدفع لا يمكنك الإفراد في الإنفاق أو تحمل رسوم الفائدة هذا يساعد المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية وتجنب الديون توفر البطاقات المدفوعة مسبقا تبقى من الأمان لأنها غير مرتبطة مباشرة بحسابك المصرفي في حالة سرقة البطاقة أو الاحتيال يختصر تعرضك على رصيد البطاقة لا تطلب منك فيا بوي تقديم معلومات حسابك المصرفي الشخصي للمعاملات إما يعزز الخصوصية والأمان أما بالنسبة لعيوب فيا بوي فبالنسبة للرسوم يأتي فيا بوي مع العديد من الرسوم بما في ذلك رسوم البطاقة السنوية ورسوم المعاملات ورسوم استحب من أجهزة الصراف الآلي ورسوم الصرف الأجنبي ويمكن أن تضيف هذه الرسوم وتجعلها أقل فعالية من حيث التكلفة لبعض المستخدمين فيا بوي هي في المقام الأول بطاقة مسبقة الدفاع ولا تقدم مجموعة كاملة من الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية لا يمكنك تسب فائدة على الودائع أو الحصول على قروض أو الوصول إلى الميزات المصرفية الأخرى قد تكون هناك رسوم مرتبطة بإضافة أموال إلى بطاقة فيا بوي الخاصة بك اعتماداً على الطريقة التي تستخدمها طفلة فيا بوي رسوم سنيانة شهرية والتي يمكن أن تكون عيباً للمستخدمين الذين لا يستخدمون البطاقة بشكل متكرر بينما يمكن استخدام بطاقات فيا بوي في أجهزة الصراف الآلي قد تكون هناك قيود على عدد عمليات السحب المجانية والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك سحبه دون تكبد رسوم إضافية على عكس الحسابات المصرفية التقليدية أو بطاقات الإئتيمان لا يساعد فيا بوي المستخدمين في بناء الإئتيمان أو تقديم حماية السحب على المكشوف أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في خدمة العملاء بما في ذلك الاستجابات المتأخرة وصعوبة في حل المشكلات أما بالنسبة لطريقة التسجيل للحصول على البطاقة أولاً، ابدأ بالوصول إلى موقع فيا بوي رسمي وتأكد من أنك على الموقع الرسمي لتجنب أي مخططات احتيالية قد تقدر فيا بوي أنواع مختلفة من البطاقات المدفوعة مسبقاً حدد أفضل ما يناسب احتياجاتك مثل البطاقة الفعلية أو بطاقة افتراضية ستحتاج إلى إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت ويتطلب منك هذا النموذج عادة تقديم معلومات شخصية بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال وذلك الميلاد وأحياناً العنوان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة